يبقى هيئة اقتصادية خليني أرحب بالمهاندس مصطفى الصياد نئب وزير الزراعة للسروة الحيوانية السماكية والداج مساء الخير باش مهاندس أهلا وسهلا مساء الخير يا أستاذ عزيز أهلا بحضرتك باش مهاندس أهلا وسهلا مبدئيا اجتماع النهاردة بيتعامل مع بنتكلم هنا على حماية على البحيرات والسروة السماكية كهيئة اقتصادية مش كده صحيح يعني هي هيئة اقتصادية ده اجتماع أول مرة برئاسة سيد وزير الزراعة تمام اه وتسمحي لحضرتك اه اوضح بس انه اه الصروة السماكية في مصر دي من الاساسيات بتاع توفير اه البروتين اللي احنا محتاجينه نعم سواء كان بقى صروة حيوانية او داجنة او سماكية فهم تلت مصادر للبروتين اللي احنا محتاجينه تمامي فهم واحنا في مصر الحقيقة عندنا اه عدد تسعة بحيرات كبار وعندنا اه سروة سماكية هائلة وعندنا البحر المتوسط والبحر الاحمر اه والحقيقة اه انه في الفترة الاخيرة فترة رئيس او لاهتمام غير عادي بالصروة السماكية عشان ننمي تنمية الصروة السماكية ونوفر احتياجاتنا اه اللي احنا محتاجينها ونصدر للخارج لان احنا عندنا مميزات نسبية مش موجودة اه في دول تانية اه كان الاول بيشرف على الصروة السماكية الهيئة العامة تنمية الصروة السماكية تمام وذي كانت هيئة خدمية اه كانت بتشتغل لتنمية الصروة السماكية وعملت الحقيقة مبهودات كبيرة وشغل ولكن مع التطور الكبير اللي تم في الصروة السماكية والمشروعات القومية الكبيرة اللي تمت في مصر اه والتطور الكبير جدا في البحيرات اللي تمت والتنمية الكبيرة اللي بيتم عملها دلوقتي كان لازم يكون لها أي اقتصادية تديرها عشان نوصل للأهداف اللي احنا عايزينها وانحقق اتفاقنا الذات الكامل ونصدر للقارج احتياجات كتير خالط لدول أخرى تقدر توصل لنا عنهم الموضوع ده محتاج تشريع فاندي موالا ده عادي جدا نتحويلها عملنا تشريع فعلا والتي احنا بنى فتر شغالين وطلع انتهى التشريع وتعرض على مجلس النواب وطلع القانون 146 لسنة 21 بينشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والصروة السماكية طيب شغله حيبقى ايه بقى يعني شغله حيبقى ايه متكلم هي اقتصادية اذا ان احنا بنستهدف عائد كويس طبعا ايه طبعا شغله ايه هيبقى كل ما يخص البحيرات والصزرع السماكي والمجاري المائية والصروة السماكية كل ما يخص الصروة السماكية والبحيرات وتنميتها وشغلها وكل ويمكن الاجتماع اللي موجود النهاردة اللي حضره اه معالي الوزير اه اه ده اجتماع مد اول اجتماع لمجلس ادارة مجلس الادارة ده تقريبا بيضم كل الوزارات المعانية اه حسيت كده اه يعني الحقيقة واضح فيه كل الوزارات المعانية احنا معنا وزارة الدفاع ووزارة الموارد المائية والسياحة والبيئة والتعليم العالي والمالية والتنمية المحلية الوزارات تقريبا المعانية كلها ممثلة بحيث انه مجلس الادارة ده ده اللي هياخد القرارات ويعتمد الخطط الاستراتيجية اللي الدولة وضعتها بحيث انه يتم تنفيذ تنمية حقيقية للبحيرات والصروة السمكية والحقيقة الجهاز ده منوب بيه انه انه يحدد اقصى استفادة ممكن نستفيدة ايه من هذه البحيرات وانخطط ونحط الخطط اللي نوصل لها للمعدلات القصوى للاستفادة من هذه البحيرات يعني احنا اتفضل اتفضل يمكن معالي الوزير في الاجتماع حط البنود الرئيسية لعمل المجلس والبداية بحيث ان احنا مهمة اوي ان احنا يبقى عندنا تقطيط استراتيجي كامل ويمكن توجهات سيادة الرئيس ودولة رئيس الوزراء انه بحيرة المنزلة دي بحيرة كبيرة جدا اه 250 الف فدان مسطح مائي الدولة صرفت عليها مبالغ مش بسيطة طبعا في التطهير والتكريك والتطوير بالكامل وما زال بيتعامل لها تطوير دلوقتي يمكن سيادة الرئيس ودولة رئيس الوزراء دون توجهات انه لازم البحيرة دي تبقى نموذج لباقي البحيرات يتعاملها التخطيط الكامل فالحقيقة معالي الوزير حط المعايير كده اللي نشتغل عليها في الفترة اللي جاية انه لازم نعرف احنا الخرر الاستراتيجي دي ايه الاستفادة القصوى ايه اللي ممكن نقدر اكبر كمية سمك نقدر نطلعها من هذه البحيرة وكذلك باقي البحيرات ايه عدد الصيادين اللي يبقى مناسب عشان ما نعملش جهد صيد كبير ايه ازاي التطوير بتاع المراسي والاستفادة من البحيرات الاستفادة كمان في الانشطة السياحية والتجارية والنقل والحاجات دي كلها فالحقيقة كان اجتماع مهم جدا لانه احنا بنهتم بس مش البحيرات الوحدة تمان المفرقات السمكية يمكن مصر احنا عملنا دلوقتي مفرقات لانتاج الزريعة البحرية النهاردة يا فاندم ست الوزير خلال الاجتماع وجه بحصر المزارع السمكية لرفع كفائتها وتوفيق اوضاعها احنا نتكلم عندنا كام عدد من المزارع السمكية ويعني انتاجها قد ايه وبنتكلم هل هيتم تعظيم والعمل على تعظيم الامتاج من هذه المزارع يعني انا اعتقد انه مزارع السمكية فيها جزء قطاع خاص طبعا يمكن الجزء اللي حضرتك سألت فيه مهم جدا يمكن احنا انتاجنا من الاسماك حوالي اتنين واحد من عشر مليون طن في السنة مليون وستمائة الف طن دولة نتجين من الاستزراع السمكي ايه وربعمائة الف طن نتجين من الصيد الحر في المحيرات والبحار ايه طيب الرقم اللي حضرتك قلته من الاستزراع هل الرقم ده كويس لو قسناه بدول اخرى ولا سهل ان احنا كمصر بالامكانيات اللي موجودة نقدر نعظم هذا الرقم الرقم ده الحقيقة ان احنا مصر من الدول المتقدمة جدا في الاستزراع السمكي ولكن بالامكانيات الموجودة والطبية التكنولوجيا ومع المشاريع القومية الموجودة نقدر بالاستزراع السمكي نجيب اكتر من كده كمان تمام فعشان كده احنا يمكن عندنا الاستزراع السمكي نعين فيه اراضي مزارع استزراع السمكي ملك الدولة ومتأجرة ليه صيادين وبيشتغلوا فيها وبينتبوا منها وفيه جزء اخر قطاع خاص اراضي ما تنفحش للزراعة واراضي فيها قريبة من البحار وقريبة من البحيرات وبتشتغل برضو استزراع السمكي موجود فالتنين دولا احنا بنهدف تطويرهم هل هممكن نزود نسبة القطاع الخاص ولا اه طبعا احنا مش هنزود في المساحة لان احنا مش عايزين نبور ارض ضرعية عشان نعمل استزراع السمكي ولكن بنتوسح في الزراع السمكي في الاماكن اللي لا تصوح للزراعة انما احنا بنهدف للتوسع الرأسي ان احنا نوفر زريعة من الاصناق العالية واللي تصوح مع المياه الملحة والعزبة ونوفر كمان مفرخات بنرمي زريعة في الانهار والمياه العزبة والبحارات بتاعتنا اه ممكن احنا بنطور في مفرخات دلوقتي عشان نزود انتجيت بحيرة السد العالي عشان نزود انتجيتها وانضعط ان شاء الله عشان كده المسئولية مجلس الادارة والاجتماع الاول فيه اتحط النقاط الرئيسية بحيث انه يتم العمل وضع استراتيجية واضحة لتطوير كل الحاجات بكلها عشان ننهض بالاستزراع السمكي في مصر دمام دمام شكرك فاند بيازات العافية فاند مولا مصطفى السيادة شكرك شكرا جزيلا